السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع فيديو ثاني فيديو مهم عندنا مجموعة من الأخبار اللي تهم كل سكان ألمانيا بطبيعة الحال إذا تابعني من الفيسبوك لاكوشيروا دام لوتيوب سبسكرايب بالقناة أصدقائي الموضوع الأول اللي راح نتكلم به هذا اليوم أو بهذا الفيديو هو بخصوص امرأة قد تأخذ مكان المستشارة أنجلة ميركل حزب الخضر حزب الخضر هو الحزب اللي يعتبر من أحد أكثر الأحزاب اللي بدأت تكبر وشعبيتها تزداد بالفترة الأخيرة يوم غدا الأثنين سوف يجتمع حزب الخضر من أجل اختيار مرشح لخلافة المستشارة أنجلة ميركل أو مرشح هذا الحزب بالانتخابات القادمة مرشح لمنصب المستشارة أو المستشار هناك مرشحان السيدة بيغبوك والسيد هابك هؤلاء الشخصيتان اثنانهم رجل لطيف وأمرأة لطيفة جدا خصوصا السيدة بيغبوك وهدفهم هو يعني كالعادة البيئة والاقتصاد وبعض الأفكار أغلب الأفكار لحزب الخضر جيدة تقريبا كلها ولكن يعني الشيء الأساسي هو البيئة وضرائب على الانبعاثات الحرارية اللي على سبيل المثال الطاقة الكهربائية تدفئة المنازل البانزين والديزل كل هاي الأشياء من المتوقع أنه يعني يزداد ارتفاع سعارها هم يريدون يعني جعل بيئة نقية مكلفة هذا هو يعني الشعار اللي وصفه بالناس حزب الخضر الحزب الآن شعبيته كبيرة في ألمانيا ويعتبر مفاجأة أغلب جمهوره هو من الشباب يعني شباب صغار بالعمر وشباب يعني مثقفين أغلب جمهوره تم وصفه بالجمهور يعني نوعا ما الراقي والمثقف فيبدو أن السيدة بيابوك لها حظوظ عالية جدا وحسب الاستطلاعات وحسب الإحصائيات يعني لديها جمهور أكبر من جمهور السيدة هابك فهل سوف تصبح السيدة بيابوك المستشارة القادمة لألمانيا ما نعرف ولكن بشهر التاسع إن شاء الله ننقل لكم الأخبار وننقل لكم من سوف يسبح المستشار أصدقائي الموضوع الثاني يخص الأشخاص المهتمين باللقاح والراغبين بالحصول على اللقاح ولكن فئتهم العمرية ما تسمح لهم بالحصول عليه بالوقت الحالي في ألمانيا تعرفونه لكن السلسل عمري بدأوا بالأشخاص اللي فوق الثمانين بعدين فوق السبعين والآن يعني العمل في الأشخاص الذين هم فوق الستون في أكثر المقاطعات الألمانية أطباء التأمين الصحي جمعية أطباء التأمين الصحي يتوقعون طبعا الكاسين أكسي يتوقعون أنه بالشهر القادم سوف يتم رفع أولوية التطعيم في ألمانيا وسوف يصبح التطعيم متاح للجميع بالشهر القادم معناتها في شهر ماي في شهر خمسة أندرياس ياسين اللي هو رئيس رابطة أطباء التأمين الصحي يتوقع أنه سوف تحصل زيادة بجرعات اللقاح الممنوحة لعيادات الأطباء الهاوس اتسي يعني اللي بالفترة الأخيرة صاروا يلقحون الناس طبعا هذا الكلام جاء حسب أنباء وزارة الصحة فسوف يحصل في الأسبوع القادم الأطباء الممارسين أو الأطباء اللي يلقحون الناس في ألمانيا على 2.250.000 جرعة لقاح بزيادة عن العدد اللي كان من المقرر يعني كان من المقرر مليون ومئة ألف ولكن سوف يحصلون على مليونين وربع هذه الأرقام كلها قد تساعد في دفع حملة التلقيح في ألمانيا إلى الأمام والتوقعات هي أنه بشهر الخامس سوف تنتهي أولوية التطعيم يعني الفئات الأكثر عضو الخطر ستكون ملقحة فسوف يتح الأمر للشباب أصدقائي الأخبار الآتية رح نبدأ بأول شيء هو غرق 41 لاجئ يعني أفادت معلومات من اليون أن 41 شخص أو 41 لاجئ غرقوا بقاربهم أو بقاربهم قبالة السواحل التونسية بالبحر المتوسط ربي يرحمهم كان المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء متوجهين إلى جزيرة لامدوريا الإيطالية مساء الخميس حسب تأكيدات السلطات التونسية تم إنقاذ ثلاثة أشخاص منهم فقط ونبقى بموضوع اللاجئين ألمانيا تأخذ لاجئين من اليونان بعد الحريق اللي صار بالعام الماضي في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية اتفق وزير الداخلية الألماني سيد هوس سيهوفا مع وزير داخلية ولاية براندنبورغ على استقبال لاجئين من اليونان من جزيرة ليسبوس من مخيم موريا بعد ما صار به الحريق الأشخاص الذين أخذتهم ولاية براندنبورغ هم 66 شخص هم عبارة عن أطفال مصحوبين بأقاربهم ومجموعة أخرى من الأطفال غير مصحوبين بأي أقارب يعني هم وكانوا في جزيرة ليسبوس وحيدين وعانوا من مشاكل وعانوا من معاناة شديدة 48 من الأطفال يعني من ضمن 66 شخص اللي أخذتهم براندنبورغ 48 طفل مصاب بأمراض خطيرة جنسيات الأشخاص القادمين إلى براندنبورغ يعني اللاجئين اللي تم أخذهم من اليونان هم من سوريا ومن أفغانستان ومن إيران أصدقائي الموضوع الآخر هو مهم يهم كل سكان ألمانيا وربما كل سكان الاتحاد الأوروبي رح نتكلم عن اليورو الرقمي صارت تصريحات وصارت مستجدات بخصوص هذا الموضوع حسب إعلان ألمانيا وحسب إعلان وزير المالية الألماني سيد أولاف شولتس فإن الجهود على أتم الاستعداد من أجل العمل باليورو الرقمي ويجري التنسيق بالوقت الحالي حسب السيد أولاف شولتس وزير المالية ومساعد ميركل أو يعني نائب ميركل يتم التنسيق مع البنك المركزي الأوروبي وحسب التقرير فإنه حسب ما ذكر أولاف شولتس فإنه دول أخرى على سبيل المثال يعني دول آسيوية مثل الصين كوريا واليابان لديهم طرق أكثر تطور بالدفع وهم متقدمين على أوروبا وحتى على أمريكا في هذا المجال فعلا نسمع كثير تقارير بأنه إذا تشتري طماطة من البسطة أو يعني بندورة من البسطة فبالصين تدفع بالجهاز تعمل سكن أو تعمل سكان والبقاء يعمل لك سكان ويتم الدفع هاي بالصين وباليابان أيضا فتجري العروض المالية الرقمية بالعالم أجمع بشكل متقدم جدا في أوروبا بشكل متأخر على سبيل المثال أصدقائي شركة فيسبوك طرحت عملة رقمية طبعا حصل تغيير على اسم العملة الرقمية الصين سوف تطرح عملة رقمية تنافس بها الدولار واليورو والدولار الرقمي واليورو الرقمي بالمستقبل الصين متقدمة جدا بهذا المجال أصدقائي وفي ألمانيا وأوروبا سوف يتم حسم الأمر وسوف يكون هناك اجتماع جاد جدا سوف يتم اتخاذ قرار به في منتصف العام 2021 بخصوص اليورو الرقمي هل نحول لليورو الرقمي هل تنتهي العملات البارجلد اللي نستعملها بالوقت الحالي الدراهم الحديد اليوروهات الحديد والسنتات والعملات الورقية طبعا من الجدير بالذكر بأنه الفائدة الكبرى لليورو الرقمي هو تقليل عمليات التهرب الضريبي وخنق الجريمة المنظمة ويعني كل شيء يباع ويشترى من الممكن تتبعه بكل سهولة من قبل السلطات فبالتالي سوف يصبح العمل بالأسود والتهرب الضريبي ربما أشياء من الماضي حسب التقدم والتكنولوجي اللي دانعيشه بالوقت الحالي والتسارع بالتقدم والتكنولوجي خصوصا بعد أزمة كورونا بدأ يعني اتجاه الجانب الرقمي فين المعتقد أنه يتم تسريع موعد العمل باليورو الرقمي طبعا سوف يكون هناك تطبيق أليكتروني يستعمل كل شخص عنده هاتف جوال بإمكانه الدفع وإجراء المعاملات المالية من خلاله أو عن خلاله أصدقائي نجي للموضوع الأخير الموضوع الأخير هو موضوع قد يكون مغري ومثير بالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين في ألمانيا تخيل أنك تؤجر مسبح بأكمله في ألمانيا مسبح مغلق سواء كانت الدنيا ثلج وباردة وسواء كان البرد قارص أو كانت مطر أو رياح أو الجو كان صيفي فربما سوف يصبح بإمكان الجميع تأجير مسبح أنت وعائلتك تأجروا مسبح فقط أنتو بسبب الإغلاق تتكبد أحواض السباحة في ألمانيا خسائر كبيرة جدا جدا حيث أنه رغم الإغلاق يدفع أصحاب المسابح في ألمانيا فواتير وإيجارات وأشياء ضريبية عديدة جدا جدا بالفترة الأخيرة بدأت تنتشر ظاهرة تأجير المسابح يعني عائلة أو أشخاص معينين يتمون إلى عائلة وحدة أو عائلتين يؤجرون مسبح ويحصرون على خصوصية كاملة ففي ولاية راينلاند فالز طبعا الإعلام الألماني نشر هذا التقرير وحصل على اهتمام كبير من سكان ألمانيا في هذه الولاية راينلاند فالز هنالك عائلة ألمانية سمحوا لنفسهم بالتمتع بالخصوصية الكاملة بأحد المسابح لمدة ساعتين عملت وياهم تاكز شاو الإخباري واسع الانتشار مقابلة وأكتشف أنه العائلة كانت يعني سعيدة جدا رغم أنه التكت أو التذكرة اللي كلفت تأجير المسابح بأكملة لم تكن رخيصة بل كانت 75 يورو ولكن يعني حسب ما ذكرت أم العائلة أنه استمتعوا بالمسبح بشكل كبير وهو يسوى أكثر من 75 يورو يعني بنسبة للميزات اللي حصلوها وحسب كلام مدير المسبح أنه يجب أن تبقى المضاخات شغالة وأجهزة يعني تدوير المياه يجب أن تبقى شغالة حتى في عطلة نهاية الأسبوع وحتى في إغلاق الكورونا وهذا الأمر يكلف مبالغ طائلة فيعتقد أنه لا يوجد غير بديل سوى تأجير المسابح لعوائل على سبيل المثال ويعتقد أنه بالمستقبل أو بالأيام القادمة سوف تنهار أحواض الصباحة في كل ألمانيا البالغ عددها أكثر من 8000 حوص صباحة وسوف تسبح المسابح من الماضي بسبب إفلاس أصحابها أصدقائل هنا وصلني نهاية الفيديو إن شاء الله تكونوا استفادئتوا تحياتي لكم مع السلامة